السلام عليكم مساء الخير في هذا الفيديو نتكلم عن التيار البديس النوفمبري ما هو المزعج في هذا التيار وماذا طالته العديد من الاتهامات والعديد من الهجمات بداية ما هو التيار البديس النوفمبري التيار البديس النوفمبري هو التيار يجمع بين المحافظين مع ظهور دعوات مجهولة للتظاهر شهر فبراير 2019 ضد العهدى الخامسة للرئيس السابق عبدالعزي بودفيقة تبنى التيار المحافظ التظاهر يوم 22 فبراير 2019 بينما انتبنى التيار العلماني التظاهر يوم 24 في براير والذي يصدف يوم الأحد الحاصل أن مظاهرة يوم الجمعة كانت أكبر بكثير بينما يوم الأحد لم يتظاهر كثير من الناس لهذا مع الوقت لجأ التيار العلماني إلى التظاهر يوم الجمعة بعد الأسبوع الثالث تقريبا من الحراك الشعبي حاول التيار العلماني أن يستولي على هذا الحراك بداية بشعاره المعروف وهو شعار جزيرة حرة الديمقراطية وهو شعار تجمع النجر الثقافة الديمقراطية الأرسيدي وأيضا كانوا يخرجون إلى المظاهرات يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وهم يعرمون أن التيار المحافظة سيكون في المساجر من أجل الصلاة ثم تعمدوا إظهار راية خاصة بهم وهي راية سياسية وقالوا كذب النظور أنها راية ثقافية هذا التكتل العلماني قبله في المقابل التكتل للمحافظين وقتها انقسم التيار المحافظة على ثلاث أراء الإسلاميين أو كثير من الإسلاميين فضلوا أعدم الرد على العلمانيين وعلى السبزة ذاتهم العروبيين قالوا أنه لابد من الرد على هذه الأفكار المنحرفة بينما من الوطنيين فضلوا الحياد التيار البديس نوفمبري كان مجتمعا خلال الحراك الشعبي ثم انقسم بعد الدعوات إلى الانتخابات الرئاسية منذ أشهر ظهرت كثير من الأبواق العلمانية المرتبطة بالدولة العميقة هذه الأبواق كانت تنفذ خريطة طريق رسمتها الدولة العميقة بحكم أنها انزعجت من التيار البديس نوفمبري في البداية حاولت شيطانته ثم أوعزت بهذا الأمر إلى بعض أبواقها في الداخل وفي الخارج ومن بين أكاذيب هؤلاء على التيار البديس نوفمبري أن التيار البديسي النوفمبري يتأمر التيار البديسي النوفمبري يمثل التيار المحافظ بينما الدولة العميقة فهي تمثل التيار الاستئصالي إن ظهور التيار الاستئصالي في الجزائر هو أصلا عبارة عن مؤامرة كيف ظهر التيار الاستئصالي؟ ظهرت سنة 1792 عندما تآمر بعض العلمانويين ضد الشعب الجزائري ضد الدستور ضد الرئيس وضد النظام الجمهوري هناك ظهر التيار الاستئصالي لهذا الآن هؤلاء يتكلمون عن المؤامرة هم أصلا ظهورهم في الساحة السياسية الجزائرية كان عبارة عن مؤامرة فمن تآمر ضد الشعب الجزائري سنة 1992؟ هل التيار المحافظ؟ لا بل التيار العلمانوي الاستئصالي سنة 2019 عندما انحازق التيار المحافظ لإرادة الشعب الجزائري من جديد تآمر التيار العلمانوي الاستئصالي ضد إرادة الشعب الجزائري الكل يتذكر من كان مع انتخابة 2019 ومن كان ضدها والكل يتذكر الموقف التاريخي للمجاهد أحمد قيد صالح وكيف وقف ضده التيار العلمانوي من تآمر ضد الرئيس وقال ان فلان وعلثان ضد درشح الرئيس لعدة ثانية؟ هو التيار العلمانوي لماذا يريد هؤلاء العلمانويين ضرب التيار البديسي النوفمبري؟ يريدون ضرب التيار البديسي النوفمبري لأسباب أولا لأنهم عارفون أنه أكبر تيار شاركه في سنة 2019 وسيشارك في سنة 2014 وفي حال ما إذا شاركه ككتلة واحدة سيكون رقم صعب يصعب تجاوزه ثانيا لأنه التيار العلمانوي بعدما شتم الرئيس تبول لعدة سنوات حاليا يريد التقرب منه ويريد إيجاد موطع قدم في العودة الثانية ثالثا التيار العلمانوي سنة 2022 كان يراهم على من سيكون المرشح الذي يدعمونه ضد تبول بعدما سقطت هذه المؤامرة الآن الرهانسة 2024 من سيرافق تبول خلال العودة الثانية ولهذا يريدون إقصاء أنصاره هذه هي المؤامرة ضد التيار البديسي النوفمبري من طرف العلمانويين هؤلاء الذين لم يقفوا يوما مع الشعب الجزائري كانوا دائما ضد الشعب الجزائري ضد خياراته ضد النظام الجمهوري لأن من يجعل من إرادة الشعب الجزائري مصدر السلطة هو الدستور الجزائري لا تيار البديسي النوفمبري ولا تيار العلمانوي السلام عليكم